أبدأ من عندك أستاذ مالك لأسأل أهنا يترك الصديق صديقة والحليف حليفة في هذا الظرف الاستثنائي ما الذي فعله الطيار الوطن الحر بحزب الله الآن لماذا هذا التخلي مساء الخير مساء النور سيد الكريم من موقف الطيار الوطن الحر من وحدة الصحات ومن معركة السنائد غزة هذا معروف منذ اليوم الأول وليس فيه جديد ومقاله رئيس الطيار اليوم لا يتضمن أي جديد في هذا الموضوع أي جديد أبدا 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 أما موضوع التباين بوجهة النظر بين الطيار الوطن الحر وحزب الله في الملفات الداخلية فأنا أريد أن نستذكر سويا تصريح للوزير باسيلي وما كان وزيرا للطاقة عام 2013 في 18 حزيران 2013 يومها بدأ الوزير باسيلي يشتكي من عدم التزام الحزب الله ببعض بنود التفاهم الذي وقع في كنيسة مرم خيل لناحية موضوع الانتخابات النيابية يومها حصلت تباين في وجهات النظر يومها أجلت يومها صارت حزب الله ووافق على موضوع التعديل تمديد مهلة مجلس النواب خمس سنوات يومها الطيار الوطن الحر قدم طعنا بالملف وهذا ملف سياسي بامتياز وملف خلافي بامتياز قدمت عنا بالموضوع ورغم ذلك حزب الله شارك حركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي بمنع قضاة المجلس التسطوري من الاجتماع ومن حضور الجلسات للبط بالطعون يومها بدأ التباين في وجهة النظر في الملفات الخلافية وبعدها أتى ملف الفساد وملف عدة ملفات ولكن كانت داخلية ولم تؤثر على متانة التحالف التفاهم السياسية إلى أن أتت موضوع انتخابات رئاسة جمهورية ملف انتخابات رئاسة جمهورية وملف الشراكة بالوطن عندما أمنت حزب الله التغطية لحكومة مبتورة وحكومة مستقيلة استفردت وهي فاقدة للمساقية وزاد على الموضوع ملف التباين والنظر بملف إسناد غزة والتدخل في معارك ليست أجندتها لبنانية أين الآن التيار الوطني الحر؟ أين يقف؟ التيار الوطني الحر اليوم في الوسط ليس مع المعارضة ليس مع من يدعون إلى إسقاط المقاومة لبل ندعم المقاومة في معركتها ضد العدو الإسرائيلي وهذا موقف معلن أيضا عندما يكون أي طرف لبناني يتواجه مع أي طرف خارجي لأي سبب كان نحن مع هذا الطرف اللبناني إسرائيل هي معتدية لها وبالنسبة لنا إسرائيل عدو ولا يمكن أن نقف على الحيان في معركة تتضمن طرف لبناني والعدو الإسرائيلي نحن مع الطرف اللبناني كائنا من كان ترجمة نانسي قنقر